حكومة لا تمشي حدر الساس افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله أخيراً آلنت الحكومة وكانت تريث في محله لجهة دقة اختيار الوزراء لتكون في غالبيتها من الشباب والاختصاصيين بعيداً عن التسويات والمحاصصات المقيدة ما يجعلها تعاني من أمراض المساومات النيابية الوزارية التي درجة العاد عليها طوال السنوات الماضية نستطيع القول من حيث الشكل هو مجلس وزراء مختلف عما سبق برئيسه وغالبية الأعضاء ونتمنى أن يسوده التضامن والاستقرار كي يكون لديه القدرة على النهوض من الكبوة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد بسبب سوء الأداء النيابي والحكومي في المرحلة الماضية إذ يجب أن يؤسس المسج بين الدماء الجديدة وأصحاب الخبرة من الوزراء الذين جددت القيادة السياسية ثقة بهم لنهجاً يعود بالنفع على الكويتيين نتمنى على الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على المواجهة فلا ترهبها عصى الاستجوابات الغليظة التي يلوح بها النباب الساعون إلى تحسين موقعهم الانتخابي على حساب المصلحة العامة ونأمل من الوزراء أن لا يخضع للمتمصلحين ولا يمشو حدر الساس في عملهم وأن يتسلح بتوجيهات صاحب السمو الأمير الذي دعاهم إلى مجابهة من يريد زعزعة الاستقرار الحكومي هذا ما يطالب به الكويتيون منذ زمن ولذلك يأمل الجميع أن يتعاطى الوزراء الجدد في مهمتهم وهم من الاختصاصيين وفقاً لمنهجية علمية حديثة ليس فيها أي مكان للتقاعص والخضوع للتهديدات فوزير الدفاع ابن تلك الوزارة المهمة والشيخ أحمد ناصر المحمد تدرج في الخارجية ورن الفارس وغدير السيري وسعود الحرب وبقية الوزراء كل يتولى المهمة التي تخصص فيها الرهان اليوم على سمو الشيخ صباح الخالد المشهود له بنظافة الكف والأداء المتميز فمن يعرفونه يعلمون جيداً أنه لا يتسرع في المواقف والخيارات ولديه كاريزما تستحق التقدير إضافة إلى اطلاعه الواسع على الثقافات والمجتمعات الأخرى وصداقاته الدولية والاقليمية منذ اليوم يدخل مجلس الوزراء ميدان التجربة والمراقبة الشعبية ليواجه مهمة صعبة وشاقة إذ عليه بدء العمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد تكون نهجاً للحكومات التي ستأتي بعده كذلك سيشرف على الانتخابات المقبلة وهذا من أكثر الامتحانات صعوبة للحكومات لكن تبقى العبر في التعاون الذي يتوخاه الكويتيون بين مجلسي الأمة والوزراء حتى لا تقع البلاد في الفراغ بسبب المماحكات المرهقة اقتصادياً وسياسياً ترجمة نانسي قنقر